أما دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فبمناسبة عيد تحرير سينا النهاردة أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 النهاردة هتستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي اللي بينص على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة النهاردة أطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لغانا لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية اللي بتجمع الفريقين الأحد المقبل الموافق 28 بملعب بابايارا في مدينة كوماسي الغانية ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه الأول في غانا غدا الجمعة على أن يخوض التدريب الأساسي على ملعب المباراة السبت اللي هيشهد تحديد الخطة اللي هيعتمد عليها الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزي جومز في المواجهة الهامة النهاردة هيحضر مارسل كولر المدير الفني للأهلي ورامي ربيعة كابتن الفريق وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ومزينبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا يبدأ المؤتمر في الوحيدة ظهرا بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاذ القاهرة وبيسبق في الثانية عشر ونصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني الفريق مزينبي اشتركوا في القناة